موسيقى ولكن مع كل هذه القناعات تبقى صناعة الفن في المغرب محتشمة جدا إذا جاز التعبير ولا يمكن مقارنتها بنظيرتها في مصر ولبنان مثلا كما أن هناك اتهامات بتقصير نتجاه رعاية المواهب الشابة رغم بعض ما يصفها البعض بإشراقات نحن لدينا البرامج الشبابية الغنائية قليلة بزاف المغرب وله السبب تتطر الإنسان يمشي لدول الخليج العربي باش يلا يبينوا على مواهب لعندهم مثلا دنيا فاطمة ساعد المجرد ولا إيحة طويلة البعض انطلق من هذا البرنامج الذي كانت تقدمه مذيعة اليوم نبيلا كيلاني إلى دنيا النجومية الفنية في تجربة ساهمت في تعريف الناس بهم خدمت مع نبيلا خدمت فيها مدفة في الراديو وهاديك سيدة بغيما تبارك الله عليها واحد إنسان اللي متخلقه اللي ممكن تبخلش على الإنسان فاش كيسول على شي حاجة يعني كتلقها ديسبوني بلدي ما فيه ما كتحتاجها بخوفيسيوني بزاف مليكة خدم بغيما وكتعطيك الخدمة ديالها الخدمة ديالها زوينة ونقية وهي حتاية بغيما تبارك الله عليها يعني عنده واحد القبول لا فاش كتوقف ولف الصوت ديالها كنت من لها مسيرة موفقة ومزيد من نجاح ومزيد من تألق وإن شاء الله القدام القدام نبيلا الكيلاني هي مقدمة محبوبة وقريبة من الجمهور وكن نحبوها كاملين وكن نحبو فيها الطريقة ديال أنها كتوصل للرسالة ديالها وكتوصل وقريبة من الشباب أنها كتدير واحد اللي كتقدم برامج شبابية ومن البرامج اللي كنا نتابعه لعفات واحد نجاح كبير منها برنامج ديال سر أكاديمي نسخة المغاربية في قناة نسمة وهي كتحاول أنها دائما تكون قريبة من الشباب وتابعناها بمجموعة من البرامج لبرنامج اليوم على الحرة فاطمة البكاري الرباط